الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين التأني وعدم التعجل فيه الخير وكيف لا ومصدره من الرب قال صلى الله عليه وسلم أما التأني من الله صبر وعدم التصرع وعدم ظلم الآخرين وعدم إصدار الأحكام وعدم ظلم هذا وذاك والمجيء على هذا وذاك لا تأنى واصبر لأن هذا من عند الله التأني من الله أما السبيل الآخر والعجلة من الشيطان ولذلك لا تأتي إلا بالندم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا سبب تلك الآية عظيم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة لبني المستلق ليجمع منهم الزكاة فلما رأوه من بعيد احتفوا به وأرادوا أن يستقبلوه فهو من عند رسول الله فلما رأىهم من بعيد هكذا ظن أنهم يريدون قتله فما كان منه إلا أنفر وانصرف بل ودعى عليهم أمام رسول الله بأنهم أرادوا قتله وأنهم ارتدوا عن الإسلام وأنهم منعوا الزكاة وما إلى ذلك فيجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويرسل على رأسهم خالد بن الوليد ويأمره بالتأني والتثبت فلما أقبل سيدنا خالد أبصر الناس من بعيد راقبهم هذا ما يراد وهذا ما تحل به المشاكل التأني فرآهم يؤذنون للصلاة ويقيمون فعلم بشأنهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا يجب أن يتأنى الإنسان في جميع مجالاته حتى في حياته الزوجية كي لا تخرب حتى في نهايات الحياة في الطلاق تأنى لا تترك له البيت عقب الطلاق الرجعي ولا تخرجها من بيتها تأنى أنت وهي قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تتأنى ويتأنى هو عسى أن تنزع المشاكل فلا تتداخل الأطراف فيشعل نار الفتنة ما بينهم كما يحدث وكما نرى لا تمكث في بيتها تأنى في نقل الأخبار واتق الله في غيرك كما تريد من غيرك أن يتق الله فيك قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع زن الكلام ولا تنقل إلا بعد التأن لا تصدر الأحكام على الغير وانظر إلى نفسك وتأنى لأن ما تصدره ربما يكون عليك قال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفزق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك تأن حتى في الدعاء لأن العجلة من الشيطان وكفيلة بأن تغلق باب الإجابة في وجهك قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي تأنّا وارفق بنفسك وبغيرك تكن من أهل المحبة قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناء كن من أهل المحبة تكن من أهل التؤد والمودة ومن أهل التأني من أهل التثبت الذين لا يأتون على الغير وسرعان ما يرجعون ويندمون ويحاسبون عليه ربما في الدنيا قبل الآخرة كن كما جاء في الإسلام على هدي خير الأنام الذي علمنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم